من رام الله الأستاذ خالدون البرغوثي الباحث في الشؤون الإسرائيلية حياك الله أستاذ خالدون أهلا بكم معنا على شاشة الغد مجازر في الشاطئ في النسيرات في المواصي وفي ظل استمرار هذه المفاوضات بتقديرك أستاذ خالدون هل بن يمين نتنياهو هدفه الوحيد من خلال ارتكاب هذه المجازر هو جر حركة حماس إلى رد فعل ينسف هذه المفاوضات تماما بن يمين نتنياهو يعمل على القضاء على أي صفقة مقبلة تهدد بقاءه السياسي عبر طريقتين إما بالتصريحات وإما بالأفعال بالتصريحات شهدناه في خطابه في حفل تخريج ضباط سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال يؤكد على مبادئ أربعة كلها تنسف إمكانية الذهاب إلى صفقة من ضمنها البقاء أو السيطرة على معبر فلاديلفيا والاستمرار بالحرب ومنع التوجه أو ذهاب المسلحين كما يقول إلى شمال قطاع غزة بمعنى التحكم في من يذهب إلى شمال قطاع غزة رغم أن الصفقة تتحدث عن تحرك حر للمواطنين الفلسطينيين وكل هذه الأمور بالخطابات تنسف الصفقة ثم ذهب إلى محاولة الاغتيال أو المجزر التي ارتكبت في المواصي كخطوة فعلية من أجل القضاء على الصفقة هذا كل ما يقوم به نتنياهو وأكد مبادئه التي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي الذي ربما لم يعقد مثله منذ أكثر من ثلاثة شهور وانتقد لذلك حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية في محاولتين الأولى القضاء على الصفقة والثانية لمحاولة سرقة الإنجاز بين قوسين الذي حققه جيش الاحتلال كما كانوا يتوقعون باغتيال القياديين في حركة حماس محمد الضيف ورافع نائب للقائد العسكري لحركة حماس كل هذه الأمور باتت واضحة بالنسبة للإسرائيليين أولا الذين باتوا يتهمونه بأنه يستغل كل فرصة للقضاء على الصفقة فقط من أجل بقاءه السياسي وهذا ما أكدته من جديد استطلاعات الرأي أيضا في إسرائيل ولكن سيد خالدون لا يخفى على أحد أن المجتمع الإسرائيلي منذ ظهور بن جفير واسموتريتش بدأ أكثر يمينية وأكثر تطرفا من السابق هذه المجازر التي يرتكبها بين يمين نتنيه اليوم بتقديرك كيف تقرأ في الداخل الإسرائيلي؟ أولا هناك ربما حالة دعم لمثل هذه المجازر وأحيانا لاستمرار الحرب خاصة في صفوف اليمين واليمين ليس محصورا المتطرف في سموتريتش وبين جفير هناك أعضاء كنيسة من الليكود أحدهم وصف كل من يولد في قطاع غزة بأنه مخرب عندما قال بأنه عندما احتل الجيش مستشفى الشفاء قتلوا 150 مسلحا لكن في نفس اللحظة ولد 300 مخرب في هذا المستشفى هذا أحد أعضاء الكنيسة وعضوا في لجنة الخارجية والأمن عن حزب الليكود الذي يقود بن يمين نتنيه لذلك الوضع أو الموقف الإسرائيلي اليميني من قطاع غزة بات لا يختلف بين من هو في حزب الليكود ومن هو في حزاب الصهيونية الدينية مع سموتريتش وبين جفير موقف شديد التطرف يرغب باستمرار سفك الدماء في قطاع غزة لا يبحث حتى عن تبرير الارتكاب مثل هذه الجرائم قتل المدنيين قتل المائة من المدنيين وإصابتهم في عملية قصف الاستهداف قيادي شيء مبرر الأضرار الجانبية كما تسمى المصطلح العسكري لا تهم إسرائيل ولا تحرك لها شيئا عند انتقادها من المجتمع الدولي المهم أن يخططوا وينفذوا ما يريدون المجتمع الدولي عاجز عن فعل أي شيء وبين يمين نتنيه يستفيد من ذلك بالبقاء في الحكوم وبتأجيل أو مدة الحرب أطول فترة ممكنة من أجل إبعاد شبح لجان التحقيق وشهدنا كيف ردت فعله كانت عندما سئل عن لجان التحقيق وأكد من جديد بأنها لن تكون ولن تتشكل إلا بنهاية الحرب في الوقت نفسه يؤكد أن الحرب ستستمر دون نهاية طيب تفضلت حضرتك وذكرت أستاذ البرغوثي تحدثت عن الضغط الدولي هذا الضغط الدولي لا نشهد الكل تحدث اليوم على أنه من المطلوب على الإدارة الأمريكية تحديدا بايدن يضغط على بنيمين نتنيه ولكن لماذا منهله هو العكس أن بنيمين نتنيه هو من يضغط على الإدارة الأمريكية هذه قالها بنيمين نتنيه أيضا ضمن نقاشات إسرائيلية قال في السابق كان الرئيس الأمريكي يضغط على نتنيه الآن الرئيس الأمريكي يبحث عن بنيمين نتنيه وربما يستجدي بنيمين نتنيه من أجل الذهاب إلى صفقة جو بايدن يواجه عملة انتخابية شرسة وربما بعد محاولة الاغتيال لدونالد ترامب قد تتصعد أسهم والأصوات ونسبة الداعمين لترامب في الولايات المتحدة وهذا سيزيد من أزمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيزيد من حجم شغاله في الانتخابات على حساب الموقف الأمريكي من الحرب وعلى حساب الموقف الأمريكي الضغط على إسرائيل ستتحول هذه الضغوط إلى محاولات استجداء لبنيمين نتنيه خاصة أنه ذهب إلى الولايات المتحدة أيضا لإلقاء خطاب في الكونغرس بدعوة من الجمهوريين وربما هذا أيضا يساهم في رفع نسبة أو احتمالات فوز المرشح الجمهوريين دونالد ترامب بالانتخابات على حساب الرئيس الحالي جو بايدن كل هذه الأمور تدفع الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها تحاول أن تذهب إلى صفقة من خلال الوسطة أيضا لكنها تبقى عاجزة في ظل حاجة بايدن إلى أصوات الكثير من المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة وهؤلاء قد يذهبون إلى التصويت لصالح دونالد ترامب خاصة أن بنيمين نتنيه بدأ يشعر بالراحة هو حاول قدر الإمكان تأجيل الصفقة للوصول إلى هذه النقطة وبعد فترة قصيرة سيدخل أيضا الكنيسة في عطلة الصيف والتي ستطول وهذا سيريح بنيمين نتنيه من خطر حجب الثقة عن حكومته وبعد انتهاء عطلة الكنيسة سيدخلون في حمى أو ذروة الانتخابات الأمريكية لذلك لن تكون الولايات المتحدة ولا الإدارة الأمريكية متفرغة للحرب في المضع غزة هذر